بسم الله الرحمن الرحيم الحيوانات ثلاثة أقسام مائية وأرضية وطيور وقصدنا بالطيور ذوات الريش سواء أكانت تطير أم لا رب حيوان يطير لكنه لا ريش له كل وطواط الخفاش يطير لكن لا ريش له وقد ورد في الروايات أنه من المسوخ فأكله حرام زين هذه الحيوانات قلنا قسم منها حلال وقسم حرام كل هذه الأقسام الثلاثة فيها الحلال وفيها الحرام الحلال منها قد يحرم لعارض أحد أوارض ثلاثة إذا حصل حرم الحيوان الجلل الجلل وكونه موطوء إنسان والجدي الذي شرب من لبن خنزيرة أجلكم الله هذه ثلاثة أمور تسبب تحريم الحيوان المحلل بالأصل خروف معزة بقرة أي حيوان حلال إذا طرأ عليه أحد هذه العناوين الثلاثة حرم أكله صار حاله حال مثلا الثعلب والذئب وما شاكل الأول الجلل وهو قليل اليوم القسمان الآخران موطوء الإنسان أو الذي شرب لبن خنزيرة كثير لكن الجلل قليل الجلل يقصد به اعتياد الحيوان على أكل عذرة الإنسان خصوص عذرة الإنسان عذرة سائر الحيوانات لا تسبب جلل غير العذرة من النجاسات الدم البول الخامر لا تسبب الجلل نعم يذبح ويحرق وأنت هذا الجلال لو فرضنا الآن هناك خروف مثلا أو معزة شربة أو شربت خمرا الخمر نجس وعتادت هذه الشات رايحة رادة قاعدة ببيت ناس خمارين أجلكم الله والخمر متوفر عندهم حاطي وهذه رايحة رادة وياهم تشرب هما يشربون هي تشرب وياهم مثلا تصير محرمة لا ما تصير محرمة لو ذبحوها لحمها حلال الحين واحد يقول هذا شنون اللحم نمى على النجاس إحنا نحن والدليل نحن والدليل نحن أبناء الدليل حيثما ما لنميل شربت أجلكم الله البول مثلا هذه ليست فقط في الحيوانات حين لو فرضنا بعض النباتات سمدت بشيء نجس أشجار زروع وضعوا لها سماد طبيعية اللي هو الغائط مثلا ساير سماد أحيانا رائحته هم موجودة قد مثلا مياه متنجسة فرضنا لو فرضنا مياه المجاري الأيام في حشي هذه مياه المجاري قاعدين يصفوها أو يودوها للمزارع هذه طاهرة لو نجسة كلام طويل وعريض خل نفترض نجسة على أسوأ الاحتمالات هذه المياه متنجسة تسبب مشكلة لو سقيت بها الزروع وشربت منها الحيوانات وانتفخت منها الزروع وصار فيها حليب مثلا له ما تسبب مشكلة هناك دليل خاص على أن الحيوان إذا اعتاد على أكل عذرة الإنسان صار هذا الحيوان جلالا نعم أكل ميت مثلا يأثر لا ما يأثر ربما اليوم هذه الحيوانات الدجاج مثلا والأبقار اللي تتربب مزارع ضخمة في ضمن علفها توضع أمور محرمة هذا الدجاج اللي يبحو بمزارع كبيرة بعشرات الآلاف أو بعدين يطلعون منه أمعاءه ومشاكل زين هذا الدم وين يودوه ربما ياخذوه يقال ربما هالكلام ياخذوه يخلطوه وين العلف علف الحيوانات هالأمعاء ممكن هذه الحيوانات غير مذكات لذبحوها ياخذون الأمعاء يفرموها ويضعونها مع الأعلاف وتأكلها الحيوانات هذه تسبب مشكلة شرعية لا ما تسبب حين قد يكون مشكلة طبية فيها ضرر ما أدري الآن نحن نتكلم كمسألة شرعية حلال وحرام الأصل الحل في الأشياء حتى يثبت العكس وعليه حتى لو فرض أنها أكلت أمعاء خنازير أجلكم الله ما عندنا دليل ما عندنا دليل على أن الحيوان إذا صار يأكل أمعاء الخنازير أجزاء الكلاب أي شيء كان هذا الحيوان رح يتحول إلى جلال أو حرام الدليل دل فقط في أكل العذرة الحين ربما يجي واحد يقول شنو الفرق هذا نجس هذا نجس هذا يصير قياس القياس في الأحكام الشرعية عندنا ليس دليلة الأدلة الشرعية التي عندنا أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل طبعا العقل بضوابط مو الاستحسان العقلي العقل في سلسلة العلل اللو معلول لا مجرد الاستحسان والظن القياس هذه كلمة دعنا نقولها هناك قياس منطقي وقياس فقهي القياس المنطقي الذي فيه الأشكال الأربعة فيه صغرى وكبرى ونتيجة بأشكالها الأربعة يذكرها في المنطق القياس المنطقي حج لأنه مبني على أمور قطعية العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث القياس المنطقي ما في مشكلة قياس المساواة ما في مشكلة علي عليه السلام نفس رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم ورسول الله صلى الله عليه وعاله أفضل من كل الخلائق أفضل من كل الأنبياء والمرسلين فأمير المؤمنين عليه السلام أفضل من كل الأنبياء والمرسلين الله صلى الله الله وأنفسنا هذا قياس يسموه قياس المساواة وهو مقبول ما في أي مشكلة أنا مرة كنت أقرأ في تفسير الرازي أكو تفسير معروف للفخر الرازي كبير يمكن عشرين مجلد كنت أقرأ بهالآية الكريمة فقل تعال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعال وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين زين النبي صلى الله عليه وآله من أخرج معه للمباهلة هذه مسألة اتفاقية الكل ذاكريها أنه صلى الله عليه وآله أخرج معه أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله والحسنين عليهما سلام الله والزهراء صلى الله عليه أخرج هؤلاء للمباهلة زين النبي قعد يطبق الآية فقل تعال وندعو أبناءنا وأبناءكم أكو تطبيق للآية أبناءنا واضح الحسنان اللي أخرجهم الحسنان نساءنا والزهراء عليه السلام بقيت كلمة أنفسنا من كان ويا النبي صلى الله عليه وآله غير الحسنين والزهراء عليهم السلام أمير المؤمنين صلى الله عليه فالكلمة انطبقت على أمير المؤمنين عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله يمتثل أمر الآية ما جاء في الآية بالتفصيل فما في مورد تنطبق عليه كلمة أنفسنا إلا أمير المؤمنين صلى الله عليه كنت أقرب تفسير الرازي كلام ذاكرة من ذاكر هالآية الكريمة أو ذاكر الروايات وفرضو شلون النبي صلى الله عليه وآله خرج للمباهلة بتفاصيلها كلام اللي ندري فيه آخر شي ذاكر نص صفحة تقريبا كلام يقول وكان عندنا في الري هو الرازي من الري الري اليوم طهران وكان عندنا في الري عالم رافضي كان يقول إن علي عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين لأنه بنص الآية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين إذن النتيجة نتيجة هذا القياس قياس المساواة أن يكون أمير المؤمنين صلى الله عليه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين هذا كلام جيد عقوب ما ينقل أربع خمس أسطر شوفوا بتفسير الفخر الرازي من يخلص يقول هذا الكلام ممقبول ليش ممقبول يقول لأنه انعقد الإجماع على أن النبي خير من غير النبي وعلي عليه السلام لم يكن نبيا إذن الأنبياء الآخرون أفضلوا منه يعني شوفوا هناك شغلتين أول شيء ما رد على القياس اعتبر القياس قياس مضبوط ما قال هذا قياس ما يمشي هذا قياس منطقي ما في أي مشكلة فقط أراد أن يرده بالإجماع طبعا هذا واضح الكلام عندنا ما يمشي إجماع عند من الشيعة كلهم في شرق الأرض وغربها اللي يشكلون ربما ربع المسلمين ثلث المسلمين كلهم يقولون هذه المقالة هذا الإجماع أين هو حتى بعدين الإجماع يضرب مدلول الآية الكريمة آية كريمة أي إجماع يقف أمامها على كل ما علينا هذا القياس المنطقي هناك قياس فقهي القياس الفقهي يسمى في المنطق التمثيل مو هذا التمثيل اللي هالأيام يسؤلفون عنه التمثيل من يجيبون هالكلمة في المنطق يقصدون بيها القياس الفقهي زين شنو فرقه عن القياس المنطقي فرقه أن القياس الفقهي ظني يعني يقول أظن على الأغلب على الأغلب هذا مثل هذا نقول لا تقطع تحلف بالقرآن هذا مثل هذا يقول لا ما أقدر أقطع بس أظن على الأغلب هالشكل أنت تقطع بأنه الدجاجة إذا أكلت دم مثلا شربت دم أو أكلت لحما نجسة هذه تصير جلال ما يقدر يقول أقطع يقول أظن تشبه تشبه ذي شد دجاجة اللي أكلت الغائط هذا ما ينفع ما ينفع الظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا على كل حال الحيوان إذا صار جلالا نحن ممكن واحد يسأل لأن تبدو القضية غريبة اليوم يعني حيوان يعتاد على أكل العذرة هي العذرة وين حتى يأكلها اليوم الأمور اطورت كثيرا صارت أجلكم الله المراحيض النظيفة المرتبة أو كل بيت بيه كذا حمام يعني البيت يحسبون حساب الحمامات اللي بيه ثلاث غرف وحمامين مثلا يهمهم كم حمام أكو في البيت مهم سابقا الحتم ما كان موجود وينكو حمام بالبيوت القديمة وكذا لو يصعدون فوق السطح يقضون حاجتهم والأطفال هم بالحوش مثلا الأطفال ما يهمهم ما يهمهم مثلا يقولون فشلة بالسكة بالعقد تمشون بالسكي يكتلقون هذه النجاسات مثلا وإلى اليوم بعض البلدان الفقير حين واحد يروح للهند يلقى من هالأمور كثيرا وهذه حيوانات بالبيوت يربوها دجاج حمام كذا سخول أجلكم الله إلى آخره فتعتاد علىها النجاسة بعضها يعتاد على أكل النجاسة هذا يصير جلال خلص هالخروف لما صار جلال صار حرام أكله صار حالة حالة ثعلب حالة حالة ذئب شون حرام أكله هذا هم أيضا حرام زين سؤال اعتاد ما لها كمية يكون جل أكله هذا جل أكله هذا بحيث الشيء الطاهر قليل يأكله اعتاد على ذلك زين هذا نجيس لا مونجيس قلنا حالة حالة الثعلب الثعلب مونجيس محل الشاهد إذا الحيوان اعتاد على أكل النجاس صار حرام زين هذا الخروف يعني لو جابه ذبحه يقدرون يأكلوا اللحمة لا ما يقدرون نجيس لا مونجيس نعم بوله وبعره صار نجيسين لأنه مر علينا أن الحيوان الذي يحرم أكله وله نفس سائلة مدفوعه وبوله نجيسان حالة حال مثلا بول القط وما يخرج من القط هذا نجيس ما يخرج من الفأر الفأر اللي يطلع منه الذرق والبول يعتبر نجيسا لأنه لا يؤكل لحمه كل حيوان لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة بوله ومدفوعه نجيسان أما الصوف الصوف ما في إشكال لكنه يعد من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لو واحد يقصة صوف طاهر بس ما يقدر يلبسه بالصلاة لأنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل شعر القط مثلا مثل شعر الأرنب صار جلده إذا ذبحه ذبح شرعي تذكيه صار مذك جلده طاهر لكن لا يصلى فيه لبسوا أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالصلاة لا يصح لكن طاهر لو استفادوا منه لحين واحد دابح لثعلب توجد هالأيام مزارع ثعالب مثلا مزارع ضخمة يربون فيها ثعالب وممكن لحين واحد مسلم حاط له مزرعة من هالقبيل ويذبح كل يوم 200-500 ثعلب دبح شرعي يسمي وكذا هم الخرفان ما جاي يذبحوها شرعي هالمرة الثعالب ويسلخه مثلا ويسوي منه كذا ثياب غالية ثمينة يجوز واحد يلبسها طاهرة ايه طاهرة اذا ذكوه تعتبر طاهرة لكن ما يتصلى فيها لا يصلى فيها كذلك هذا الخروف الجلال هذه البقرة الجلالة لو ذكيت جلدها طاهر يصير يحطون فيه لبن مثلا يحطون فيه حليب ويحركوا كذا حتى يسوون منه لبن ويطلعون منها الزبد وإلى آخره طاهر مونجس لكن ما يتصلى فيه ما يمكن لبسه في الصلاة زين سؤال مسألة أخيرة نختم بها الكلام ان شاء الله هو هذا الجلال يعني ممكن نسوي له حل بحيث يرجع حلالا ايش يحبس يمسكوه يحطوه بالقفص يحطوه بالحجرة ايش يربطوه يمنعوه من اكل النجاسة يظلون يعطوه اكل عادي طعام عادي شعير كذا ايش كان ادت ايام الى ان يزول عنه اسم الجلل عرفا بحيث بعد هذا الحيوان خلص ما يبحث عن هالقضية زال عنه اسم الجلل زين له مدة معينة لا ما لمدة معينة اكو بعض الروايات تقول مثلين الدجاجة ثلاثة ايام تحبس البطة خمسة ايام الشات عشرة ايام البقرة عشرون يوما الناقة بالي اربعون يوما لكن هذه الارقام ادى من فقهائنا قاينين ليست الزامية وانما المطلوب ان تحبس فترة بحيث يزول عنها عرفا اسم الجلل فتعود حينئذ الى حالتها العادية كل ما يخرج منه حتى بيضه مثلا اللي يخرج منه كله محرم الحين ان شاء الله في الليلة المقبلة يصير الحديث عن المحرمين عن المحرمين الاخرين الشغلتين اللي تحرم اللي هما موطوع الانسان و ما شربه من لبن الخنزيرة هذا بكثرة موجود اليوم هالزمان موجود ممكن الجداء اللي تشرب من لبن خنازير موجودة في بلاد خارجية موطوع الانسان موجود بكثرة هذا الاول الجلل القليل في هذه الايام ان شاء الله يأتي تفصيلها